كده بنبتدي معاكم بقى الأخبار اللي هتموكو وانت نازل الصفحة تبقى عايز تعرف الأحوال الجوية أخبارها إيه أخبار المرور إيه ولكن أنا بس قبل ما أبتدي معاكم النهاردة عندنا فقرة زي ما احنا متعودين كل يوم أربع بيكون معانا طبعا نجم السيارات وبطل سباقات السيارات معتز عاطف هيتكلمنا النهاردة عن حاجة مهمة قوي في عربيتك لما تكون عندك حاجة بتنتش في العربية إيه هي الأسباب؟ دي فقرة جديرة بالمشاهدة تابعوها النهاردة معانا في ختام حلقة اليوم بالإضافة طبعا لفقراتنا المتنوعة معاكم هبتدي معاكم برصد الحالة الجوية نهاردة الصبح كان فيه لساعة برد خفيفة أقل من الليين اللي فاتت ده نظرا طبعا نحنا تابعنا معاكم هيئة الأرصاد الجوية كانت بتقول مبارح أنه هيشهد الجو المدد أسبوع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بيصل من 3 ل 4 درجات واضح أنه الصيف متمسك بنا جدا زيادة على اللزوم مش عايز يسيبنا بسبب التغيرات المناخية شفنا بقى كده مش عافة دخلت بقى لفصول السنة ولا ايه ولكن احنا مستمتعين لأنه درج الحرارة زي ما احنا بنقول كده مادرت فاحنا حاسين ان احنا في المي سيزون ده شغال اللي هو ايه متوسط كده ما بين الفصول فدرج الحرارة معتدلة بالنسبة لنا حتى لما الدنيا ما بتحرر ما بتبقاش اللي هي الحرارة القاسية بتاعة حر الصيف وربنا يجعل كلامنا خفيف عليه فتعالوا نشوف كده يعني هيئة الارصاد الجوية بتقول انه موجة الحر الشديد على اغلب انحاء الجمهورية هتكون سائدة معانا خلال هذه الايام بيتخللها بعض النشاط لرياح خلال فترات المساء على بعض المناطق وده اللي بيقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة تعالوا نتابع معاكو كده البيان التفصيلي بدرجات الحرارة بداية من القاهرة بتشهد ارتفاع بسيط جدا زي ما احنا تبعنا معاكو امبارح يعني 35 برضو نسب ارتفاع 34 35 ده احنا بنتبه على مدار يومين وزي ما هيئة الارصاد قالت لنا هيبقى في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نشوف السلايد اللي بعديه معاكو برضو في ارتفاع طفيف في بعض المحافظات يعني السلوم بتشهد ارتفاعات بسيطة بورسعيد ودميات يعني ممكن نقول درجة الحرارة مستقرة عندهم بعض الشيء منكمل معاكو وحنا طبعا متعودين كده انه درجات الحرارة بتبقى عالية في شرب الشيخة لقصر أسوان الغرداء وده اللي احنا هنشوفه معاكو من خلال العرض زي ما قولنا كده الغرداء تسعة وثلاثين الصيود طبعا بتسجل ارقام عالية أربعين ايه تاني أسوان ولقصر تلاتة واربعين لكن أسوان يعني درجة الحرارة الصغرى تمانية وعشرين وكمان الودي جديد بتعتبر هي اعلى الدرجات لانه كمان حتى درجة الحرارة الصغرى بتسجل تسعة وعشرين درجة من الحلقة الجديدة